عادت ميليشيات الحوثي في اليمن لبعثرة مساعي التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد من خلال إطلاق صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية قوات التحالف العربي تصدت للطائرات الحوثية بالتزامن مع تنفيذ الجيش اليمني عمليات تمشيط واسعة في المناطق التي تم تحريرها من الانقلابيين جنوب غرب معسكر الخنجر في محافظة الجوف وهما أوقع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وفي سياق المتصل على الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف مقتل ثلاثين مسلح حوثيا في نهم شرقية صنعاء كما وأسفر القصف عن تدمير آليات عسكرية مختلفة منها أربع دوريات محملة بكامل عتادها العسكري شرقية صنعاء في غضون ذلك اغتال مسلحون مجهولون في صنعاء القيادي البارس في ميليشيات الحوثي وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترب بها دوليا حسن زيت وبحسب شهود عيان فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي الحوثي وأردوه قتيلا في منطقة حدى جنوب العاصمة صنعاء ويرى مراقبون أن استمرار الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية يتطلب تدخلا إقليميا لأن خطورة الصواريخ والطائرات التي يجري إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها تكمن في أنها قد تشعل الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن وهو ما سيؤدي إلى حرب طويلة الأجل ستقضي على الأخضر واليابس